الخبر مش من الكوزينة الخبر من فرنسا وتحديدا من مكتب الإحصاء الفرنسي إنما أنا لو علي هقولك أنا عاوزها انخفاض في الزراعة وانخفاض في الصناعة وانخفاض في التجارة وانخفاض في الخدمات وربنا يخفضهم أكتر ما هم مخفضين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيرنا يا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة الخبر مش من الكوزينة الخبر من فرنسا وتحديدا من مكتب الإحصاء الفرنسي والخبر بيقول التضخم لأعلى مستوى من سنة 1997 طيب إيه السبب بجا يا مكتب الإحصاء الفرنسي جلك بسبب ارتفاع أسعار الطاقة طب والطاقة دي مصدرها منين؟ الجزائر وده اللي يفسد إنه دلوقتي اقتصاد اللي يزائر فالطالع واقتصاد فرنسا في النازل وفي التفاصيل الخبر بيقولك أظهرت أحدث بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي النهاردة يوم الأربعاء ارتفاع معدل التضخم لمستوى قياسي جديد في شهر يونيو يعني الكلام على شهر ستة لسه مجابوش تضخم جويليا ويعد هذا أعلى مستوى للتضخم منذ بدء تسجيل البيانات في سنة 1997 يعني من سنة ما بدأوا يسجلوا بيانات السنة دي أعلى تضخم فيما يعتبر ارتفاع أسعار الطاقة السبب الرئيس في ارتفاع معدلات التضخم الفرنسية ورغم أنه أسعار الوقود زادت النهاردة تحديدا في مصر إلا أن الواحد مجسوم نصصين نص زعلان على زيارتها في مصر ونص سعيدة على زيارتها في أوروبا وتحديدا في فرنسا وبيقولك أنه أسعار الطاقة ارتفعت على المستهلكين في شهر يونيو شهر ستة اللي فات بنسبة 5.8% في مقابل 5.2% في شهر مايو يعني ارتفاع أسعار الوقود في شهر ستة كان 5.8% بالمقارنة بشهر 5 اللي جابله واللي ارتفع فيه أسعار بنسبة 5.2% وبيرجعوا تاني ارتفاع التضخم إلى ارتفاع أسعار الطاقة القياسية واللي زادت تجريبا 33% يعني أسعار الوقود زادت التلت وذكرت وكالة بلومبرج أنه البنك المركزي الفرنسي جال أنه الاقتصاد الفرنسي هينمو بنسبة 25% في الربع الثاني من السناري الفترة يعني من شهر 3 لشهر 6 رغم التضخم القياسي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتزايد الغموض بشأن مستقبل الأعمال التجارية البنك المركزي الفرنسي بجا نشر تقرير عمله امبارح الثلاث عمل فيه استطلاع رأي بيعمله كل شهر على 8500 شركة واللي قاله أن النشاط الصناعي كان مستقر أما الخدمات فنمت بنسبة طفيفة والكلام ده كله على شهر 6 اللي خلص وتوقعت الشركات انخفاض طفيف في قطاع الصناعة ونمو مؤتدل للخدمات في شهر يوليو شهر 7 اللي احنا فيه حاليا إنما أنا لو علي هجولك أنا عاوزها انخفاض في الزراعة وانخفاض في الصناعة وانخفاض في التجارة وانخفاض في الخدمات وربنا يخفضهم أكتر ما هم مخفضين بس وكده تبقى انتال حليتنا النهاردة أتمنى تكونوا عليكم لايك للفيديو أبوني للقناة تابعونا